من العربية لكم كل التحية هذه نشرة الخامسة وأنا ريمة مكتبي نبدأ بأبرز العنوين روسيا تقر بأن استخدام جنودها للهواتف وراء الهجمات ضدها وكيف تقول البيتريتس يصل قريبا اتحاد نقل الجوي الدولي ينتقد عودة قيود كورونا في المطارات ويقول التجربة أثبتت فشلها مجلس النواب ينعقد مجدداً لانتخاب خلفاً لبيلوزي والجمهور مكارثي يسعى لتجاوز انقسامات حزبه الإضرابات تعمق أزمات بريطانيا وسوناك يأمل في أول خطابات العام في تهديئة غضب النقابات أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا بدأ الاستعدادات لاستقبال أنظمة صواريخ بيتريت المضادة للطائرات من الولايات المتحدة وقال كوليبا أن أوكرانيا تتوقع نشر هذه الأنظمة في أقرب وقت ممكن مضيفاً أن الجهود جارية بشكل مكثف لإيجاد حلول جديدة فيما يتعلق بتوريد أنواع جديدة من الأسلحة الغربية كوليبا أشار إلى أن أوكرانيا طلبت في المقام الأول دبابات غربية متطورة وعربات ومدرعات أو عربات مدرعة اشتركوا في القناة وخطاب لريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية أول خطاب هذا العام نستمع نتحدث عن مسألتين أعرف بأنها في طريعتي وفي بالي الجميع أعرف أن هناك تحديات والأشخاص قلقون عندما يرون سيارات الأسعاف كلها تقف في أبواب المستشفيات لكم أن تعرفوا بأننا نتصرف بشكل طار وزيادة السعاف الأسرة بإضافة سبعة ألف سرير إضافي والاعتراب مزيد من أشخاص في المنازل وتوفير مزيد من التمويل إلى الرعاية العامة في المجتمع والتفريغ الأسرة ودائرة الصحة تعمل بشكل حثيث على خطط مستقبلية لسيارات الإسعاف وفيما يخص الإضرابات هناك الكثير من المعلومات المغلوطة لذلك أود من الجميع أن يدركوا بوضوح موقف الحكومة نحن نقيم بشكل كبير عمال القطاع العام مثل المريضات فهم يقومون بعمل هام جدا ولهذا السبب فنحن نريد أن نخوض حوارا معقولا مع نقابات فيما هو مسؤول ومنصف لبلادنا وفي الأيام المقبلة سوف نحدثكم فيما يخص خطوات الحكومة القادمة اليوم أود أن أقدم التزاما بسيطا هذه الحكومة دائما ستعكس أولويات الشعب الأشخاص أرغبون من السياسيين الذين يعدون بكل شيء ويفشلون في تحقيق أي شيء يريدون الحكومة أن تركز أقل على السياسة وأكثر على الأشياء التي تهمهم تكلفة المعيشة مرتفعة جدا أوقات الانتظار في دارة الصحة قويلة جدا الهجرة غير الشرعية كثيرة وكبيرة جدا أعتقد أنهم يقبلونها ويدركون بأن كثير من هذه التحديات جزئيا هي إرثة من الكوفيد-19 وأثار الحرب في أوكرانيا ولكن هذا ليس بالعذر يجب أن نعالج هذه المشاكل ويسا فقط التحدث عنها ومنذ توليت منصب رئيس الوزراء حققنا التقدم ومواحقنا الاستقرار في الاقتصاد وفن المليارات من الدعم لتكلفة المعيشة واستثمر المريارات الإضافية في المدارس ودارس الصحة ورعاية العامة وعمقنا العلاقات مع علفانا حول العالم حول كل شيء من أوكرانيا إلى أمننا الاقتصادي المشترك واستمرنا بدعمنا المستمر للقوات المسلحة وجهودها المحافظة على أمننا وتحديد خطط أراسخة لوقف القوارب ومعالجة إنعدام العدالة للهجرة غير القانونية ولكن بالتأكيد يجب أن نفعل المزيد لذلك أود أن أقدم خمسة وعود لكم اليوم خمسة تعهدات لتحقيق راحة بالكم خمسة أسس نبني عليها مستقبل أفضل لأطفالنا وأحفادنا أولاً سوف نقلص التضخم هذا العام لتخفيف تقفى المعيشة وتفير الأمن المالي للشعب ثانياً سوف نحوم تنمية الاقتصاد ونحلق وظائف أفضل وفرصة عبر البلاد ثالثاً سوف نضمن أن ديننا القومي ينخفض لكي نؤمن مستقبل الخدمات العامة رابعاً دائرة الصحة وأوقات الانتظار سوف تتقلص وسيحصل الجميع على رعالتهم بحاجة إليها أسرع خامساً سوف نمر قوانين جديدة لوقف القوارب الصغيرة ونضمن لكل من يأتي لهذه البلاد شكل غير قانوني سوف يعتقل وبكل سرعة سوف يبعد عنها إذن خمسة وعود سوف نقف التضخم وننمي الاقتصاد ونقلص الدين ونقلص وقات الانتظار ونقف القوارب هذه هي أولويات الشعب وهي أولويات حكومتكم وأما أن نحققها أولى بدون حيال وبدون أي غموضة أما أن نعمل من أجلكم أو أن لا نعمل سوف نعيد بناء الثقة في السياسة عبر العمل أو لن نعمل شيئاً لذلك أطلب منكم أن تحكم علينا حسب الجهود التي نمذلها والنتائج التي نحققها هذه الوعودة الخمسة هي أولويات الشعب لذلك هي أولويات الفورية أيضاً ولكنها ليست حدود طموحات لبلادنا بل هي الأساس هدفي هو بناء مستقبل أفضل لأطفالنا وأحفادنا مستقبل يشعرون فيه بالتفائل والأمل والفخر ولتحقيق هذه الرؤية فيجب أن نغير أسلوبنا في التذكير السياسي نتحدثون كثيراً عن التغيير ولكن الحقيقة هي أن لا حكومة ولا رئيس وزراء بإمكانه تغيير البلاد بالإرادة أو فقط بالكلام التغيير على حقيقه لا يوفر بل يبتكر لا يمنح بل يطالب به ولا يمنح بل يبتكر الخيارات نتأخذها كأفراد كعمال وأصحاب شركات وأعمال أوباء كلها تصل إلى مرحلة أعمق بكثير وأن كنا صادقين فالتغيير أيضاً يتطلب التضحية والعمل الجد خطر كبير ليس سياسي أن يقول ذلك ولكن المخاطر عالية جداً والمكافأة عالية وكبيرة ولذلك يجب أن يكون صريحين معكم فالتغيير صعب ويستغرق الوقت ولكنه ممكن ونحن نعرف ذلك لأننا سبق وأن حققنا ذلك خلال كوفيد قمنا بحماية ملائين الوظائف والأعمال وهذا الشيء أن أفخر به وأن أعرف أن ذلك ممكن لأنكم ترون تغيير وتشعرون به انظروا إلى مدارسنا الممكنة بالإصلاحات وبعض أكثر المناطق فقراً في بلادنا والتي تنتج أفضل النتائج هؤلاء المعلمون والطلباء يعملون بجد ويقدمون التضحيات لأنهم يعرفون بأن ما يقومون به أكبر من مجرد أنفسهم هم يطالبون ويلهمون ويقدمون التميز وهذا التميز يمكن أن يصبح هو الروحية روحية أماتنا المستلهمين بهم مع أن نستطيع أن نغير شخصية بلادنا ونعكس درجات القبول لخطاب الانحدار ورفض التشاؤم ورفض القيود على طموحاتنا ومن أجل فعل ذلك فيجب أن يكون لدينا الخيال والثقة لفعل الأشياء بشكل مختلف وأفضل الرؤية المطلوب اليوم لما هو مطلوب في المستقبل بكلمات أخرى يجب أن يغير أسلوب عمل بلادنا وهذا يتطلب تغيير في العقليات ما معنى ذلك على أرض الواقع هو يعني اقتصاد ابتكاري أكبر ومجتمعات أقوى وشوارع أمن وتعليم بمستوى عالي ودار صحة مبنية على المرضى ومجتمع يقيم بحق قيم العائلة وفي كل هذه المجالات وغيرها يجب أن نتحلى بالشجاعة للتغيير وأن نفكر بشكل أكبر ونسعى للتمييز ولا نستسلم عندما تصعب الأمور وإذا ما تمكننا من فعل ذلك فبإمكاننا بحق بناء مستقبل أفضل في الأشهر القادمة سأحدد خطتنا في كل هذه المجالات ولكن اسمحوا لي أن أوضح المسار اليوم مستقبل أفضل هو اقتصادنا فيه ينمو بشكل أسرع لكي يتمكن الجميع في كافة هذه بلادنا يحصل على الفرص الجديدة من أجل مرتبات ووظائف أفضل والتغيير الذي نحن بحاجة إليه هو أن نضع الابتكار في قلب كل شيء وقلب كل ما نقوم به هو مجسد بالعديد من الشركات المهدهشة هنا في هذه المنطقة والبعض يعتقدون الابتكار يدور حول الابتكارات واشياء جميلة نحصل عليها مقارنة بالضرعب والفاق في الماضي ولكن هذه هي العقلية بالذات التي يجب أن نغيرها اسمحوا لي أن أقول لكم لماذا الابتكار مهم للغاية عبر خمسين عاما الماضية كانت مسؤولة عن حوالي نصف من زيادة انتياجية بريطانيا الوظائف الجيدة افتكرتها الابتكار والمرتبات ازدادت عن طريق الابتكار وتكلفة المنتجات والخدمات انخفضت بالابتكار والتحديات الكبرى مثل أمن الطاقة والصحف الصفري إذا كنا مع هذا الجانب من كلمة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويأتي هذا الخطاب الأول لهذا العام في وقت تخوض بريطانيا أصعب مراحلها الاقتصادية والمالية والإضرابات العامة تشل البلاد تحدث عن خطة من خمس نقاط لتقليص التدخم وأيضا تنمية الاقتصاد وتنمية المؤسسات العامة والأنيتش أس أي خدمة الصحة الوطنية وطبعا وقف القوارب غير الشرعية وهي سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة الحالية نبحث بتفاصيل هذا الخطاب مع مراسل العربية من لندن مصطفى زارو مصطفى أهلا بك كل رئيس حكومة ستلم وعد بتغيير بأقل له أبرد نقطة هي دائما أنيتش أس خدمة الصحة الوطنية هل من جديد بالنقاط الخمس التي طرحها ريشي سوناك أولا أبدأ بهذا الخطاب المتفائل لعام 2023 يريد أن يحفز الناس وأن يغير نظرتهم السلبي التي عاشها الجميع ليس فقط في هذا البلد بل في مختلف العالم ولكن بالنسبة للمواطنين البريطانيين كان هناك أخبار سيئة سلبية وظائف مشاكل في الوظائف وفي الاقتصاد والتضخم هذه هي النظرة السريعة الأولى على خطاب ريشي سوناك المتفائل ولكن سيواجئ التحديات في محاولة إيجاد حلول لمشاكل جمع مصطفى يعني النقطة الأولى النقطة الأولى التي تحدث عنها من النقاط الخمس هي تقليص التضخم كيف يمكن ذلك من دون أعطاء أي تنازلات للنقابات فيما الإضربات تشل البلد يجب التذكير ريمو أنت تعرفين بأن من أولويات ريشي سوناك خلال حملته الانتخابية ليصبح رئيس وزراء قال بأنه يريد أن يسيطر على التضخم التضخم هو مصدر قلق الجميع ليس في هذا البلد في جميع أنحاء العالم وبالتالي لا يريد أن يضيف إلى مسألة التضخم لتزيد التكاليف المعيشة أكثر مما هي عليه حاليا وبالتالي ربما هو مصر أن يسيطر على التضخم أولا وبالتالي يريد أن يعالج التحديات الأخرى لسيما في قطاع الصحة التي نعرف بأن قوائم الانتظار تزيد عن سبعة ملايين مريض ينتظرون لإجراء عملية روتينية وبالتالي هذا تحدي كبير يريد أن ينشئ ربما هناك لجنة ستنظر إلى كيفية تقليص هذه القوائم الانتظار بالإضافة إلى إيجاد كوادر طبية لملء الوظائف الشغيرة وبالتالي متاعب كبيرة وتحديات اقتصادية كبيرة تواجه ريسوسيوناك خصوصاً وأن أقل من تقريباً سنة أمامه لحل هذه المشاكل قبل الانتخابات العامة قال نريد تخفيض الضرائب على الطبقة العاملة الواركينج بيبل في خبر عاجل هلأ على الوكالات لا سياسة في تغيير الضرائب صح؟ يعني تراجعت الحكومة أصلاً قبل هيك عن موضوع الضرائب لا تخفيض في الضرائب أم أنه سيعلن تخفيض جديد؟ حقيقة يعني مشكلة مسألة الضرائب شهدنا ما حصل خلال فترة ليسترس وكان هو من أشد المؤيدين للسيطرة على التضخم وأيضاً خفض الضرائب يأتي في وقت ما عندما يكون تكون الظروف الاقتصادية تسمح بذلك وبالتالي لن نتوقع تخفيضات ضاربية قريباً ربما ستكون بعض المساعدات لشركات مثل ما شهدنا فيما يتعلق بفوتير الطاقة أيضاً الآن أصبح بالإمكان لشركات أن تستفيد من هذا الدعم الحكومي ولكن سيكون محدود جداً هكذا تقديم دعم للشركات وبالتالي تخفيض الضرائب ربما غير مطروح حالياً يعني أنا وأنت غطينا سقوط حكومات بـ 2022 ما أعرف إذا 2023 سيكون أكثر هدوءاً أقله بالنسبة للندن وريشي سوناك شكراً حتى لحظة من لندن مرسل عربية مصطفى زارو في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن استخدام الجنود الروس لهواتفهم النقالة في مدينة مكيفكا في شرق أوكرانيا هو السبب الرئيس للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم ليلة رأس السنة وأودت بحياة 89 شخصاً بحسب وزارة الدفاع الروسية حالياً تعمل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث مكيفكا لكن من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو الاستخدام المكثف من قبل أفراد الفوج للهواتف المحمولة ما جعلهم في متناول أسلحة العدو وسمح هذا للعدو بتحديد إحداثيات مواقع الأفراد العسكريين لشن ضربة صاروخية يتم حالياً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل نتيجة للتحقيق سيتم تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة ينضم إلي من دونتسك مراسل العربية رائد الأخبر ومن موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد أبدأ من عبد الجواد من بديهيات المعارك حتى نحن الصحفين نعرفها عندما تكون على الجبهة الأمامية عملية رصد الهواتف النقالة سهلة جداً بالنسبة للأنظمة بالنظم المتطورة التكنولوجية لماذا فتح الجنود الروس هواتفهم على الجبهة الأمامية مصال خير ريمة لك ولرائد نعم صحيح ما تقولين أن الخط الأول للمواجهة حتى الخط الثاني يمنع جميع من يتواجد في المنطقة باستخدام هاتفه المحمول لأن الخطر يشمل الجميع ولا يشمل الشخص الممسك لهاتفه المحمول عند تواجده في تلك النقاط الخطرة نوعاً ما للصحفيين أو لغيرهم لكن طبعاً رواية موسكو اليوم تتحدث عن أن خطأ فادحاً كبيراً كما يرون حدث ليلة رأس السنة عندما تم السماح أو عندما قام الجنود المتواجدين في تلك المنطقة وهم عديموا الخبرة بالأعمال القتالية باعتبارهم من تلك الفئة التي تم تعبئتهم خلال الفترة الماضية لدعم موسكو على خط المواجهة مع الجانب الأوكراني لكن طبعاً هذه الرواية ريمة لم تعجب كثيرين في البلاد البعض راح يتحدث عن أن أعمدة الاستقبال في تلك المنطقة هي تخضع للشبكات الروسية ولا مدخل للاستخبارات الأوكرانية لمعرفة وتحديد إحداثيات أو أماكن تواجد الجنود طبعاً البعض راح يتحدث عن أن الأقمار الصناعية زودت هذه الإحداثيات ونقطة أخيرة لو سمحتي بها ريمة البعض يتحدث عن أن هناك من قام بإيصال الإحداثيات إلى الجانب الأوكراني هنا سؤال ينتقل إلى دونتسك مع مراسل العربية رائد الأخبر هذه التقنيات أم أن هناك أجهزة غربية تساعدها لأن عملية رصد الهواتف النقالة سهلة وليست سهلة يعني هي عملية مكلفة أيضاً هل أجهزة الغربية تساعد الأوكران في هذه الحالة؟ ريمة بالفعل تحدثت الدفاع الروسية باستمرار وموسكو قالت بأن الاستخبارات البريطانية والأمريكية هي التي تعمل إضافة إلى الأسلحة المتطورة التي تقدمها القوات الغربية يعني الناتو يقدم أسلحة متطورة للجيش الأوكراني لكن لا بد من أن نعرج على استمرار العمليات العسكرية هنا وارتفاع وطيرة القصف في المقاطعة مقاطعة دانياتسك بشكل عام ريمة هنا الأربعة وعشرين ساعة الماضية أسفرت عن قتيل وثلاثة إصابات وما زالت المدينة ساكنة وهناك عملية نزوح كبيرة من المدينة إلى المناطق الأخرى ذلك بعد الضربة القاصية التي وجهت جيش الأوكراني إلى مركز تجنيد روسي بالفعل هناك عملية نزوح كانت إلى مدن خارسيسك في الناحية الشرقية ومكيفكا لكن بعد ضربة مكيفكا بات الناس يخافون من النزوح إلى مكيفكا وباتوا يذهبون إلى مناطق أبعد الأهم من ذلك أن القصف الروسي هو الأكثر من القصف الأوكراني نسبة القصف الروسي تصل إلى أضعاف تسع مرات القصف الأوكراني ولا بد أن ذلك ينطوي تحت إطار عملية الرد الروسي على تلك الضربة القوية قالت وزارة الدفاع بأنها ضربت إذا سمحت قالت وزارة الدفاع أنها ضربت قاعدة عسكرية أوكرانية قتلت فيها أكثر من 200 جندي أوكراني وصفتهم بالنازيين والقوميين إضافة إلى المرتزقة الأجانب كما قالت الدفاع الروسية ودمرت منصات صواريخ هايمرز ومنصات صواريخ تشيكية الصنع التي دخلت حديثا في المعارك كما أنها نشهد هنا في هل تسمعيني ريمة أسمعك سأنتقل لو سمحت أن تنتظر لزميلك من الجهة الروسية من موسكو عبدالجواد الرشد أنت معي ويبدو أن نخصرنا الاتصال مع رائد عبدالجواد الغروتشكوف أدمرال غروتشكوف دخل تحيز التنفيذ هكذا يقول الروس يرد الأوكران بأنه البيتريوت في الطريق أولا لنبدأ بالجهة الروسية كيف تغير هذه المعادلة دخول هكذا قطع عسكرية للحرب ريمة وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو اليوم في تقرير قدمه لرئيس البلاد فلاديمير بوتين تحدث عن أن الفرقاطة الحاملة لصواريخ سيركون وهي صواريخ فرط صوتية يمكنها حمل الكثير من الرؤوس ومنها النووية ويعني سرعة هذه الصواريخ تصل إلى تسع مرات أسرع من سرعة الصوت ما يعني أنها يمكنها قطع قرابة عشرة ألاف كيلو متر تقريبا في الساعة الواحدة طبعا هذه الصواريخ يمكنها الوصول إلى مناطق عدة يعني مسافتها تصل إلى أكثر من ألف كيلو متر كما يتحدث الجانب الروسي وطبعا أجهزة الدفاع الجوي وأجهزة الدفاع الصاروقي لا يمكنها استهداف أو الوصول إلى هذه النوعية من هذه الصواريخ طبعا مسيرة هذه الفرقاتة ستكون نحو المحيط الأطلسي المحيط الهندي وستصل حتى إلى البحر الأبيض المتوسط هي رسالة واضحة من موسكو للغرب كما ترى القراءة السياسية في البلاد باعتبار أنها تتزامن مع وصول باتريوت إلى الأراضي الأوكرانية طبعا هي عملية جديدة لعرض العضارات باعتبار أن موسكو تتحدث عن عدم نيتها الدخول في حرب نووية مع الغرب أو مع أي جهة أخرى في المقابل كما يتحدث الغرب لكن نلاحظ بأن الجانبين يتجهان نحو هذه الخطوة نوعا ما في نقطة أخيرة ريمة لو سمح لنا الوقت هذه الفرقاتة قامت بتجربة لصاروخ خيرسون تفضلي ريمة شكرا لك من موسكو كان معي عبدالجواد الرشد وأيضا كان معي من دونتسك مرسل عربية الرائد الأخبار شكرا لكم قال مسؤول أوكراني إن الوقت قد حان لإرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا النووية دون حتى إبرام اتفاق مع روسيا لإقامة منطقة آمنة هناك وأوضح رئيس الشركة الوطنية للطاقة النووية في أوكرانيا أن مفاوضات وكالة الطاقة الذرية لا تحرز أي تقدم ولا يوجد حل حتى الآن يذكر أن محطة زابوريجيا النووية هي أضخم محطات أوروبا وتتعرض للقصف وانقطاع الكهرباء مرارا مما أثار مخاوف وقوع كارثة إشععية هذا فيما تتبادل أوكرانيا وروسيا لاتهامات في القصف أمر رئيس روسي فلاديمير بوتين بإدخال الفرقات أدمرل غورشكوف المزودة بصواريخ زيركون فرط الصوتية للخدمة العسكرية وأكد بوتين أن التسليح القوي للفرقات سيحمي روسيا من التهديدات الخارجية واصفا بدأ عملها بالحدث المهم بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن روسيا ستستخدم صواريخ زيركون خلال مهمة الفرقات الأدمرل غورشكوف في محيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط أود أن أشكر أولاً وقبل كل شيء المختصين في مجمع الصناعات الدفاعية الذين ابتكروا وبدأوا الإنتاج الضخم لهذا السلاح الفريد كما قلت بالفعل لا يوجد مثيل له في أي دولة في العالم أنا متأكد من أن هذا السلاح القوي سيسمح لروسيا بحماية نفسها من التهديدات الخارجية المحتملة بشكل موثوق وسيساعدنا في خدمة المصالح الوطنية لبلدنا وفي هذه النشرة ولكن بعد فاصل كوريا الجنوبية تهدد بإلغاء اتفاق المنطقة العازلة بعد توغل مسيارات من شمال أهلا بكم من جديد انتقد رئيس أكبر هيئة تجارية لشركات طيران في العالم القيود المفروضة على السفر ضد المسافرين من الصين بحجة أن مثل هذه التدابير قد ثبت أنها غير فعالة في منع انتشار كورونا المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عبر عن أسفه جراء عودة قيود كورونا في بعض المطارات مجددا رغم ثبوت فشل تلك القيود طيلة ثلاث سنوات ماضية على حد تعبيره في هذه الأثناء تواصل الصين مكافحة التفشي وباء كورونا بعد تخليها عن سياسة سفر كوفيد التي لطالما اتبعتها حيث أعلنت السلطات الأربعاء عن خمس وفيات بسبب الفيروس مقارنة بثلاث وفيات سجلتها ثلاثاء الماضي مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى نحو خمسة ألاف وفات وفق البيانات الصينية على حد معرفتي فإن أربعة من أقارب أي من عائلة واحدة ماتوا بالفعل لذلك آملوا أن تخبر الحكومة بأمانة ومصداقية شعبها وشعوب العالم بما حدث بالفعل هنا عندما واجهت دول أخرى انتشار الفيروس اتخذت إجراءة مماثلة في عامي 2020 و2021 وعندما تفشى الفيروس في الخارج اتخذت الصين أيضا إجراءة مماثلة بما في ذلك تعليق بعض الرحلات الجوية ربما دفعت كثافة الإجراءات التي اتخذتها الصين في السابق دولا أخرى لاتخاذ إجراءة أكثر جدية ضد المسافرين القادمين من الصين لذلك يمكنني أن أفهم هذا النوع من الأشياء في غضون ذلك قال رئيس الوزراء اليابني فوميو كيشيدا إن بلاده ستلزم القادمين من الصين بإجراء اختبار لكوفيد سلبية مؤكدا أن اليابان ستتخذ جميع التدابير الممكنة لمراقبة حدودها منعا لتفشي الفيروس بدءا من الثامن من الشهر الجاري سنفرض اختبار بي سي آر على القادمين من الصين إلى اليابان وسنلزمهم بتقديم نتائج اختبار سلبية للقادمين عبر رحلات مباشرة من الصين إضافة إلى ذلك سنتخذ جميع التدابير الممكنة لمراقبة الحدود وسنستمر أيضا في وضع قيود اللازمة على الرحلات الجوية الإضافية من الصين يعقد مسؤولي الصحة في دول الاتحاد الأوروبي ليوم اجتماعا بشأن تنسيق الاستجابة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قبل ذلك أيدت الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي إجراء اختبارات كوفيد بشكل ممنهج المسافرين القادمين من الصين وفق ما أعلن ناطق باسم المفوضية الأوروبية وهذا الإجراء هو جزء من توصيات اعتمدت خلال اجتماع لمسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي عقد في بريكسال أمس وبحث الخبراء أيضا في تدابير أخرى اقترحتها المفوضية الأوروبية بما في ذلك مطالبة المسافرين الصينيين بوضع الكمامات وزيادة الاختبارات من أجل تحديد متحويرات جديدة محتملة وفرضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا إجراء اختبار لكوفيد على الوافدين من الصين في انتظار أن تتوصل الكتلة إلى نهج موحد من جهاتها استنكرت بكين القيود المتزايدة التي تطبقها أيضا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وهددت باتخاذ التدابير مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل واعتبرت الصين أن قرار الدول بفرض قيود على مواطنيها يفتقر إلى أساس علمي بحسب ما صرحت الخارجية الصينية صحيفة الشعب اليومية الصينية الرسمية قالت أن السلطات ستحقق النصر في نهاية المطاف رغم مخاوف وقلق عالمي من تفشي الفيروس معي نوريدين فريدي من بركسل مراسل العربية نوريدين أهلا بك هل من سياسة موحدة للاتحاد الأوروبي تجاه المسافرين القادمين من الصين هل ممكن أن يكون هناك قرار واحد أهلا ريمة بعد ساعة من الآن سيبحث الدبلوماسيون وخبراء الصحة في الدول الأعضاء السبع العشرين إمكانيات التوصل إلى إجراءات احترازية مشتركة بدءا من سعود المسافر إلى الطائرة في الصين حتى الإجراءات الأخرى التي ستلي وصوله أو ما يتعلق بالمطارة بمعنى أن هناك قبل الاجتماع شعور بوجود أغلبية تساند مراجعة الفحوصات السلبية لدى المسافرين قبل سعودهم إلى الطائرة إذا سعدوا إلى الطائرة ومعهم هذه الفحوصات السلبية فإنهم يطالبون بلبس الكمامات مثل ما تفضلت وعندما تحط الطائرة في المطارات الأوروبية هناك اقتراح يبحث في غضون الساعتين المقبلتين بأن يتم جمع مياه السرف الصحي أو مياه المياه المستخدمة في الطائرات الوافدة من الصين لماذا لتحليل سواء كان ما يتعلق تحليل العينات للبحث عن سلاسل الجينية للمتحور أو ربما متحورات فيروسية جديدة هذا إضافة إلى هناك نوع من الإجراءات المتنوعة المتعددة بعض الدول مثل فرنسا لا تقوم بالإجراء بالفحوصات مثلا في المطار وإنما تترك السائح باعتبار أنه وصل بفحص سلبي ثم تقوم بإجراءات أو بحوصات عشوائية بعد وصول الوفد السياحي هذا الأمر يختلف ربما يتم توحيد ذلك في غدون سريعا نوريدين سريعا هل فعلا هذا الموضوع حيثيته صحية أم سياسية بعض الشيء ضد الصين أو تجاه الصين هل مسيس الموضوع الصحي لا هو فعلا موضوع صحي في الأيام الماضية هدأت أو هدأ المسؤولون الوضع لأن أوروبا أو المدن الأوروبية كانت تجتاز عياد الميلاد وعياد رأس السنة الآن الموضوع صحي ولكن مطمئن إذا أخذنا بعين الاعتبار في جملة ما قاله المركز الأوروبي للوقاية ومراقبة الأمراض من أن الفيروسات أو المتحورات الموجودة في الصين هي منتشرة أيضا في أوروبا التطعيم مرتفع نسبيا الوضع مطمئن في نظري المركز الأوروبي الوقاية من الأمراض واللقاح الأوروبي أيضا غير اللقاح الصيني والأمريكاني أيضا شكرا لك من بروكسيل مراسل العربية نور الدين الفريدي شكرا هدد رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول بإلغاء المناطق البحرية العازلة مع كوريا الشمالية إذا استمرت في الانتهاكات الصاروخية وقال رئيس كوريا الجنوبية إنه في حال انتهكت بيونج يونج أراضي بلاده سيتم تعليق العمل باتفاق أبرم عام 2018 لإنشاء مناطق عازلة بين البلدين ودع يون إلى إنتاج واسع إنتاج واسع نتاق لمسيرات صغيرة الحجم يصعب رصدها بحلول نهاية العام بالإضافة إلى تأسيس وحدة للمسيرات متعددة الاستخدامات من أجل إمكانيات هائلة لشن هجمات مضادة انتقد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي قمع سلطات للمحتاجين الشباب وقال في تغريدة له إنه يتعين على القيادة الإيرانية لاستماع للشباب بدلا من قتلهم وعشار مالي إلى أن الشباب الإيراني يواجه عقوبة الإعدام بعد محاكمات صورية هذا وتتزايد المطالبات في البرلمان الألماني بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حيث قدمت مجموعة نشطاء سياسيين في ألمانيا طلبات للبرلمان باتخاذ هذا الإجراء ضد الحرس الثوري وتأتي المطالبات الألمانية بعد تقارير بريطانية مماثلة أشارت إلى عزم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية إجراءات عقبية جديدة تنتظر إيران حيث تتصاعد الدعوات الأوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية فمع عزم بريطانيا إدراجها الحرس الثوري على قوائم المنظمات الإرهابية تتزايد المطالب نفسها في ألمانيا تحركات حثيثة من برلمانيين ألمان للضغط على الحكومة لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية للالتحاق بدول أبرزها أمريكا في هذا السياق الدعوات المؤيدة لهذه الخطوة ترى في الحرس الثوري دوراً مهماً في قمع الاحتجاجات المستمرة في إيران وكإجراء لمعاقبة النظام في إيران على دوره في الحرب بأوكرانيا حظر الحرس الثوري يعني أن أي انتماء للمجموعة أو حضور اجتماعاته أو حملة شعاراته في الأماكن العامة أو التشجيع على دعم أنشطته يعاقب عليها بالقانون دعوات أخرى تبدو أكثر جدية في لندن حيث تستعد حكومة ريشي سوناك لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية في غدون أسابيع بعد عشر مؤمرات لخطف أو قتل أشخاص في بريطانيا العام الماضي وفق صحيفة التليغراف البريطانية رشخيات العربية وتتبعون في الخامسة ولكن بعد فاصل المرصد السوري يحمل فصائل موالية لإيران مسؤولية تزديدة في قاعدة التحالف الدولي بدار الزور أهلا بكم من جديد أكد المرصد السوري أن الفصائل الموالية لإيران هي المسؤولة عن استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تعرض قوات التحالف الدولي ضد داعش لهجوم بصاروخين في شمال شرق سوريا وعضفت أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا وضرار بين قوات التحالف في صياق آخر أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إمكانية توسيع وتطوير الدوريات المشتركة مع روسيا في الشمال السوري وأضف أن هذه الخطوة ستكون بناء على محادثات مباشرة مع دمشق وعشار خلوصي أكار إلى أن أنقرة تأمل في استمرار المفاوضات الثلاثية لوزراء دفاع تركيا وروسيا والسوريا في الفترة المقبلة حول الوضع على الحدود يعقد مجلس نواب الأمريكي من جديد اليوم جلسة لانتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية أمس في حجد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كافن مكاثي رئيسا للمجلس إخفاق الجمهوريين الذين فازوا بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية يعد سابقا لم تحدث منذ مئة عام ولم يتمكن مكارثي من تهديئة غضب مجموعة من مؤيدين رئيس السابق ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوزي إذ أن هؤلاء ضلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي ما يعكس حدة الخلافات ما دفع ترامب لاحقا إلى دعوة الجمهوريين لدعم مكارثي ويحتاج انتخاب رئيس للمجلس وهو الثالث أهم شخصية في المجهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه أغلبية من 218 صوتا وهي عتبة لم يتمكن مكارثي من بلوغها حيث قرر نحو 20 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه وقال مات جايتس النائب عن ولاية فلوريدا كيفن لا يؤمن بأي شيء وليس لديه ايديولوجيا ومع ذلك فان تراشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه اذ قوبل الاعلان عن تراشحه بتصفيق حار وقوفا في صفوف النواب الجمهوريين وتعهد الجمهوريون اثر فوزهم بالأغلبية باستخدام قوتهم التشريعية لاطلاق سلسلة التحقيقات بشأن ادارة الرئيس بايدن لكن قبل ان يشنوا هذه الحرب يتعين عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب اولا 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 پرسوان to law and precedent the next order of business is Washington's broken we're the last ones to know we got to return to that it is with that that i place the name of my friend and colleague from arizona annie biggs for speaker of the house thank you معنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطوض حسين اليوم بعد كلام ترامب هل ممكن ان يتغير اي شيء في المعادلة ان يؤثر على المعارضين لمكارثي تحية لك ريمة هذا ما ننتظره بعد ساعتين ونصف من الآن عندما ينعقد مجلس النواب الامريكي لنرى ان كانت دعوة ترامب لمؤيديه بالتصويت لمكارثي ستلقى تجاوبا منهم بطبيعة الحال مكارثي الباري حتعهد ايضا من دوره بانه سيستمر حتى النهاية للفوز برئاسة مجلس النواب واشار الى انه مستعد للانتظار واشار ايضا الى خطابه الطويل قال انه كان لديه اطول خطاب في مجلس النواب فهو مستعد للمضيق قدما حتى النهاية ولكنه في نفس الوقت لمح الاحتمالية التخفيط عتبت الاسوات الـ 218 الى اقل من ذلك شرط ان يلتزم بعض معارضيها الصمت او ان يصوتوا بحاضر لذلك الان الرجل ريما نستطيع ان نقول انه في وضع لا يحسد عليه بكل من الكلمة من معنى لانه مطالب تقديم تنازلات اكثر لهذا الجناح اليميني المتشدد المؤيد للترامب ولكن في الوقت اذا قدم هذه التنازلات سيبتعد عنه المعتدليون الجمهوريون لانه سيرون انه ضعيف امام المتشددين اليمينين في الحزب ما حدث البارحة ايضا كان له صدى في مجلس الشيوخ في الكونغرس عندما عبر العديد من المجلس الجمهوريين الباردين مثل ثون ولينزي جراهم وجون كورنين ايضا عن استغرابهم بما حدث وعن قلقهم وقالوا اذا كان الجمهوريون في مجلس النواب لا يستطيعون ان ينتخبوا رئيسا لهم فما مصير التشريعات التي سيطرحونها في المستقبل ما جرى البارحة رأى فيها الكثيرون هنا ريمة بداية لزيادة الانقسامات او الخلافات لنقل بين الجمهوريين لذلك ان لم يستطع الجمهوريون اليوم تفادي هذه المعضرة هناك من يقول اننا مقبلون على صراع داخل الحزب الجمهوري اكبر طبعا التصويت سيستمر لجولة واثنين وثلاثة واربعة لعدد جولات الكافية حتى يتم انتخاب رئيس مجلس النواب قد استغرق الأمر أيام وأسابيع أو ربما أشهر كما حدث عام 1855 استمر شهرين التصويت حتى تم انتخاب رئيس مجلس النواب حتى الآن على ما يبدو أن العشرين نائبا مصرون على رأيهم وقد يتم زيادة هذا العدد لسيما أن هناك بعض المؤيدين لكابن مكارثي عبر عن رأيه بأنه إذا لم يكن كابن مكارثي باستطاعته أن يحصل على المائتين وثمانية عشر صوتا فعليه أن يتنازل عن رئاسة مجلس النواب ولكن كما يبدو بحسب تصريحات مكارثي نفسه هو لن يتنازل الآن وهو مستمر حتى النهاية ليفوز بهذا المنصب حسين هل من عقلاء داخل حزب الجمهوريين من هي الشخصيات المؤثرة التي ممكن أن ترتب الصفوف الداخلية كلا يظهر الحزب بهذا الشكل المتشردم هناك عقلاء كثيرون في داخل الحزب الجمهوري ولكن عندما تحدث عن الكونغرس نعرف أن هناك مجلس النواب ومجلس شيوخ في مجلس النواب الشخصية الأبرز الآن والمرشح الأقوى هو كيفين مكارثي لدي حلفاء مثل ستيف سكالس ولكن حتى حلفاء هم لم يرشح أنفسهم سكالس هو يدعم مكارثي حتى جيم جوردن الذي تم ترشيحه البارحة وتم التصويت عليه بعشرين صوت هو يؤيد مكارثي لا يوجد شخصية توازي مكارثي بقوة حضورها ربما نتحدث عن سكالس طبعا على الجانب الآخر مجلس الشيوخ هناك ميتش مككونل هو زعيم قدير في الحزب الجمهوري قديم لديه حضوة ولديه حضور من يذهب إلى مجلس الشيوخ وإلى الكونغرس ويشاهد هذا الرجل عندما يسير فقط بأروقة الكونغرس يستطيع أن يشعر بأهمية هذا الرجل داخل الحزب الجمهوري ولكن لا أعتقد أنهم سيتدخلون بفرض رأيهم على مجلس النواب هناك فصل للسلطات في الولايات المتحدة طبعا سمعنا لكن ميتش مكونل الباحل لم يتحدث عن الموضوع نهائيا وهو شخصية بارزة طبعا الشخصية الأخرى القوية في الحزب كما نعلم هو دونالد ترامب الذي دعا الجمهوريين للتصويت لصالح مكارثي شكرا لك من واشنطن مرسل عربي حسين الطوط أنا أعود وألقاكم في نشرة المساء شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة